على ظوء نتائج اليوم الأول المتسم بالإيجابية الاجتماع فيينا حول الملف النووي الإيراني واصلت الأطراف جلسات اليوم الثاني من هذه المحادثات التي أشارت مصادر دبلوماسية أوروبية أنه تم الانتهاء من سياغة نحو 80% من نص الاتفاق طهران التي أكدت على أنها لن تلتزم بأي بنود جديدة للاتفاق طرف رفع العقوبات شرطاً غير قابل للتفاوض كما أنها تؤكد على ضرورة تقديم ضمانات كافية من الولايات المتحدة والقوى العالمية مع امتلاكها عدة خيارات في حال فشل المحادثات وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبداللهيان قال في حديثه عن هدف مشاركة إيران في المفاوضات إن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي إلى تطبيع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده وتوالت مواقف الدول المشاركة في محادثات فيينا في جلسة اليوم الثانية روسيا عبر بيان لخارجيتها أكدت أن المشاركين قرروا استئناف عمل مجموعتي الخبراء بشأن العقوبات والمسائل النووية مضيفة أنهم أكدوا في سعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية في أقرب وقت فيما أبدى منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات تفاؤله مضيفا أن لجنة خاصة ستبدأ العمل اعتبارا من اليوم بشأن موضوع العقوبات أما موقف الولايات المتحدة فيتضح في بيان البيت الأبيض جاء فيه أن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل للتعامل مع إيران وأن هدف واشنطن ما زال العودة إلى الاتفاق النووي